ساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين كل سنة وانتم سالمين وكل عام وانتم بخير من العايدين الفائزين يا رب اليوم قبت لكم طريقة تحضير الكبدة او طبخ الكبدة وببدأ لكم من اول حاجة من اول ما اتقلكم الدبيحة اول حاجة عندي الكبدة والكلاوي والقلب او الكليا والقلب تمام اول حاجة ببدأ بالكليا شوفوا بنظفه ابعدوا القشرة حقي واي شي زايد ابعدوا يعني شوفوا اني بفصل لنصن اول شي ابعدوا القشرة شوفوا زي كده ببعده وكمان الكبدة من بعد قشرته لازم ولا بتجلس ايش معاكم الكبدة بتجلس زا العلك كده زا الشنجم كده تعلق في الاسنان فانتم لازم تنظفوها تمام وتبعدوا القشرة تبعها هادا اللي متل الشفاف وتنظفوا اللي فيها العروق فهذا اللي تخلي الكبدة دايبة وطرية عرفتوا كيف الان شوفوا كيف بديت اول شي بالكليا ننظفه وبعد الزوايد وقشرته اول وخلص وابدأ قطعه بشكل شرايح حاول قدر الامكان يكون كل الشرايح متساوية الان عندي القلب بدأ ابعد الدهون اللي فيه شوفوا كيف الزوايد اي زوايد ببعده لانه شوفوا يعليق قالت لكم عشان كده اول حاجة اني اخترت اني يعلمكم هو شوفوا البعض يعرف والبعض ما يعرفش بس عالي نحن نتعلم حاولوا انه تبعدوا اي زوايد بيضة كده شحن وده ابعدوا لانه يجلس بالطبخي عليك بالاكل فمش حلو صراحة ما تطلعش حلوة فاني كشوفوا كيف نظفه وقطعه شرايح القلب طبعا الكلاوي والقلب خلوه على قنب لانه هي تاخد اكتر وقت في الطبخ فلا تخلطوهاش مع الكبدة عرفتوا خلوها على قنب بصحن بعد ما قطعت تمام شرايح قدركم حاولوا انه تكون كلها حقم واحد اما قطعه مكعبات او زي شرايح زي الشاورما كده شوفوا النفس ما اوضح لكم بالفيديو الان تعالوا ناخد الكبدة الكبدة شوفوا ببدأ انزل القشرة منه كيف تعرفون ان الكبدة حلوة اول شي ما يكونش في بريحة وتكون فاتحة وابدا الكبدة ما تكونش في بريحة وبطلو تغسلوها وكل ما غسلتوا الكبدة وكل ما زادت زفرته كل ما زادت طعم مش حلو تعطي فانتم خلص اشطفوه شطفة وحدة لانه من يد القزار او كده يعني خلاص من اليدات يعني فقط اشطفه لكن بعد كده خلاص ما عاد اغسلاش الكبدة خلاص ابعد شوفوا القشرة حاولو كده تبعدوها تماما كيف تعرفون انكم بعد طول القشرة تماما اللي فيها هي تكون تلمع الكبدة اول ما تبعدو القشرة ترجع مطفية اذا انتم لاحظون كيف كمان شوفوا هذه الخيوط اللي فيها والعروغ كده لازم تبعدوها لانه كمان ما تكونش حلوة في الطبخ لما تقولوا تأكلوه كمان قلت لكم بتعلك فانتم لازم تنظفوها تماما حتى هذه اللي فيها العروق والاوردة ابعدوها وكمان لما تقول قطعوها بتلاقو فيها مثل العروق مثل الخطوط خيوط بيضة كمان تبتعد انتعوها كده انتم بتشوفوا ان يقطعه تبتعد لانه كمان قلت لكم في الطبخ ما تطلعش حلوة اني ياما اكلت كبدة وكده والله تقلص بفمي كم تأكل اول شي لانه ما يبعدوش القلد وتكون مطبوخة كتير وحاجة ثانية انه يكون فيها مثل هذه العروق او هذه الخيوطة البيضة ما يبعدوهاش فتقلص على تأكلوها تأكلوها وتحسوش انه تنضغ او تقدروا تمضغوها بسرعة ما شاء الله شوفوا كيف نظفته والان بشيلها ببعد هذا الزايد شوفوا كيف بقطعه يعني ببعده ومع كده وبسحبه ينسحب بسهولة ينسحب تماما طبعا بقول لكم حاجة الكبدة لما تكون قديمة يعني قديمة حططوها كتير برفريزر لما تقول تنظفوها تبعدو الخيوط اللي فيها وزي كده تتفتت معاكم لانه مش طازقة او تكون قديمة لفترة لكن لما تكون طازقة وتقول كده تبعدوها تبتعد بسورة من غير ما تتقطع الكبدة او تتفتت فهذه كمان لازم تعرفوها كل ما كانت الكبدة طازقة كل ما عرفتوا تتحكموا فيها تقطعوها تمام ريحة ما فيش لوني حلو مش غامق شوفوا ما شاء الله اللون تبعي كيف وخلص وابدأ اقطعها بشكل شراح شوفوا كيف انتع الخيوط كيف اسحبه تنسحب بسهولة من غير ما تتقطع لانه لو كانت قديمة الكبدة لما تقول تنتعوه هذا الخيوط تسحبوه كده تحسوها كده زلي تنفرم او تتفتت معاكم لانه قديمة الكبدة تكون او مش حلوة نوعه نوع اللحمة او نوع التاس او عرفته هو يكون نوعه مش حلو فهذا سبب كمان نكون كبدته وكل حاجة اللي فيبو مسكين من داخل مش حلوة تكون زي الواحد اللي يكون جميل وقلبه سود المهم خلونا احنا بالكبدة وطبخه هنا عندي المقلاء اني استخدمت حديد الزهر بضيف كمية من الزيت وبضيف البصل الشرايح بخلي البصل لما يدبل بعضهم يعملوش البصل يضوفوه والشي الكبدة يعني يطبخوها لكن اني خلي البصل كده يدبل بضيف ايش الكلاوي والقلب لانه تتأخر يعني طبخه يطول اكتر وكله على نار عالية شوفوه النار عالية تكون اعلى حاجة اول ما يتغير لون الكلاوي والقلب بتضيف ايش الكبدة والنار قلت لكم عالية تكون انتبهوه ينزل ماء اذا نزلت الكبدة ماء وبطلع لكم الطعم مش حلو انا اقول لكم يا عشان كده ما عليش ارفعوا النار اعلى حاجة وكمروا دبات الغاز لازم النار تكون عالية والمقلة تكون حامية حقكم هذه من نجاح الكبدة التشويح حقه عرفتوه تطلع لكم طعمه حلو كدهو لما المقلة تحترق كده يقع في باكده شوفوه بني كده ينحرق كده يا سلامهي لتطلع الطعم اخر شي بضيف في الفيل رومي او البيبر ممكن هذا شي اختياري بس انتم تقدروا تكتفوا بالبصل فقط يعني وبعضهم ولا يضوفوا بصل ولا يضوفوا في الفيل رومي الان بضيف بعد مستوات الكبدة بضيف في الفيل اسود حاولوا انه يكون فرش يعني وكمون كمان مطحون فرش والملح اخر حاجة تضوفوها لما خلاص قده لاني اني ما ضفتش في الفيل حار ممكن تضوفوه عروق في الفيل اني ما ضفتوش فضفت في الفيل بودر كده احمر كشميري بس عشان يعطيه كده شوية حرارة واخر شي فص واحد من الثوم او ممكن تستغنوا عن الثوم وكله على نار عالية نحنا الان نطبخ على نار عالية كيبدأ كله على بعضها تاخذ خمس دقائق الى اربع دقائق بالكتير انتم اذا طولتوا عليها تنشف تقع شوفوا عرزة نحنا نقول يابسة تطلع تصراحة مش حلوة تطلع كده تنتع معاكم ايش اقول لكم يعني تكون فانتم خلاص على طول تنطبخ طيب الان انا غطيته بس شوية واجاز وقي يعني يدوق وقلي ناقصه ملح اضفته لي ملح طيب الان الى هنا نحنا خلاص جاهزة الكبدأ لكن بعطيكم حاجة تضوفوها اذا انتم تحبو فيها صوت شوية اضفو شرايح طماطم اخر حاجة وخلوها على نار عالية كمان غطوها بس ثانية ثانية كده تانيتين كده غطو عليها وخلاص لانه على الحرارة الطماطم تدبل ونحنا ما نشتيش الطماطم كتير تنطبخ فبس نحنا نشتي فيها كده صوص ولو اساسا يعني تحسوها انه يعني تشتوها تنشف الطماطم خلاص ضفوها من قبل يعني مع الفلفل الرومي اذا تشتوها ناشفة يعني ما تبينش بس لانه فيها صوص نحنا نخليها بس حاجة بسيطة اخر شي حطت الكزبرة خلاص الى هنا قاهزة هذي كمان طريقة فيها طماطم الان حاجة جدا حلوة طمقلة طعم غير اللي هي التبخير بخروها قيبو فحمة ولعوها وحطوها زيت وخلوها بس شوية كده عدوها العشرة وخلاص فتحوا عليها ايش يقولوكم الطعم صدقوني اللي ما يحبش الكبدة اذا اكلتوا الكبدة المبخرة بيرقع يعشاق الكبدة يجب تعرفوا كمان من نقاح الكبدة او طبخة انكم تستخدموا اما قدو مقلاء المنيوم او صاق او تستخدموا حديد الزهر او تستخدموا حقار ابتعدوا تماما عن التفال والقرانيت لانه الصراحة ميطلعش الكبدة ميطلعش التشويح حلو هذي النصيحة من عندي وان شاء الله يعقبكم الفيديو وكده تاخدوا يعني مشوفوا الصوس لما يطلع كده تحطوا الخبز هو صراحة حلاوتي مع الخبز بس خلاص قبنا نحن صامولي قاهز وكده تحشوا الكبدة وعصرة الليمون حاجة قده روعة اذا عقبكم الفيديو لا تنسوش تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلوا منكم وكترو شطة وبالعافية ليو لكم وشاركوا الفيديو مع اي حد مياكلش الكبدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة